تعال الأول أسترجع معاك النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا وبعد كده أقولك شوية مباراة حلوة هتتلعب في الدور الأول ده اللي هو دور الـ 36 مش الـ 32 عشان فيه 36 فريق هشرح لك الحكاية البطولة بتقام بنظام دوري للفرق الـ 36 المشاركة هيتم تقسيمهم لأربع تصنيفات وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباراة بنظام النقاط واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه الأولى التي عملت يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بينما يلعب ملحق بنظام الزهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع للرابع والعشرين لتحديد ثمان فرق تشارك في سمن النهاي إلى جانب المتأهلين الثمانية الفرق الباقية تخرج نهائيا من البطولة دون إمكانية التأهل إلى الدوري الأوروبي والبطولة تتابع بشكل اعتيادي أو يتم المتابعة فيها بشكل اعتيادي من دور الـ 16 ثم ربع النهائي ونصف النهائي ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي ده النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا زي ما قلتلك والأهم فيها أن احنا هتشوف مباراة حلوة قوي تحديد الثمانية